السلام عليكم في فيديو اليوم سنتحدث عن عبارات وكلمات تؤثر في قلب المرأة والتي تحب سماعها من الرجل وتجعلها تشعر بالثقة والفخر وتعشق الرجل الذي يطرب مسامعها بمثل هذه العبارات ولكي تظل دائما محطة ثقة والهام لدى المرأة هناك العديد من الكلمات والعبارات التي تهز قلب المرأة وتؤثر في مشاعرها وقلبها وهي كفيلة بأن تجذب الفتاة أو المرأة وتكسب حبها وثقتها وتهديك قلبها دون أن تشعر قد تظن أن هذه العبارات عادية وبسيطة إلا أن لها مفعول سحري على قلب المرأة وتمنحها فرحة وبسمة كبيرة لن أطيل عليكم لندخل في صلب الموضوع مباشرة شاهدوا الفيديو من البداية إلى النهاية ستستفدون كثيرا لا تنسوا فقط أن تدعموني بلايك، تعليق، أسفل الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات للتوصل بكل ما هو جديد من فيديوهاتي، كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق أولا، تبدين أجمل باللباس العادي المرأة تبذل مجهودا كبيرا من أجل اقتناء أفضل الملابس وأفخمها، كي تظهر بمظهر جد أنيق أمام الآخرين وتلفت انتباههم، وتحب أن تجذب الرجل من خلال مظهرها وأناقتها الخارجية، وترغب بأن ترتدي أجمل ما عندها لتنال إعجاب الرجل خصوصا إذا كانت تحبه أو تربطها علاقة به، فعندما تقول للمرأة أنك تبدين أكثر جمالا وأناقة عندما ترتدين اللباس البسيط والعادي فهذا يوحي لها أنها جميلة وفاتنة وأنها ليست بحاجة إلى أن تقتني وتلبس أجمل الأزياء لديها لكي تجذبك وتنال إعجابك وأنها ببساطتها تجذب انتباهك هذه أهم كلمات تذيب قلب المرأة وتجعلها تعشقك بجنون لأنك بيّنت لها أنك تريدها كما هي وستحبك هي كما أنت كذلك لنتوقف قليلا إن لم تضغط بعد على زر الإعجاب أو الاشتراك فإني أذكرك بأن الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فهو مجاني ولن يكلفك سوى صفر دولار لكن في المقابل فأنت ستستفيد كثيراً وأنصحك باستخدام هذه المعلومات في الحلال لنواصل ثانياً أنا محظوظ لتواجدك بجانبي إذا أردت أن تجذب المرأة أكثر فحاول أن تظهر لها أن وجودها مهم بالنسبة لك وأنك مسرور لأنها معك لتجعلها تحب دائماً قضاء الوقت معك ومن أفضل الطرق لكي تظهر لها ذلك هي أن تصارحها بعبارة أنا أشعر بأني جد محظوظ لأنك بجانبي وأحس أن أحلامي بدأت تتحقق فعندما تقول لها هذه العبارة فإنك تؤثر على مشاعرها وأحاسيسها وينشرح لك قلبها وستحاول أن تكون معك دائماً لتستمتعوا مع بعضكم وتحققوا أحلامكم ثالثاً أعشق الطريقة التي تضحكين بها هذه الكلمات البسيطة لها تأثير سحري على المرأة إذ تجعلها دائمة الضحكة والابتسامة وستسعى لأن تجعلك سعيد ومبتسم دائماً وستكون سعيدة ومسرورة بمرافقتك لذا لا مشكلة في التعبير عن إعجابك بابتسامتها وضحكتها لطف الأجواء قليلاً وحول بعض اللحظات إلى فرح وسعادة تعم المكان وتعم أرجاء قلبها قاعدة في علم النفس تقول إذا جعلت المرأة سعيدة فقد امتلكت قلبها وعقلها لذا اجعلها سعيدة وستسعى هي لإسعادك رابعاً يعجبني اختيارك اتخاذ القرارات مهم في حياتنا اليومية ونحب أن نتخذ أفضل الخيارات لتسهيل الأمور من حولنا ووضع الطريق الصحيح لاستمرار حياتنا بشكل صحيح ولبلوغ طموحاتنا وأهدافنا فإنك عندما تمدح اختيارها كأن تقول لها بالمعنى الحرفي إنها الشخص المناسب الذي تريده أن يكون جزءاً منك ومن خياراتك وأنها امرأة المستقبل لأنها تعرف كيف تسير الأمور وكيف تختار الصواب فإنك تظهر لها أنك ترى فيها رؤية واضحة لأن تكون رفيقة العمر خامساً لم أر في حياتي مثل عينيك يمكنك أن تقول لها أعشق عينيك أو أحب نظراتك وبإمكانك أن تبدع وتقول لها عبارة لم أر في حياتي مثل عينيك فيالها من عبارة جميلة تصنع معجزة في قلب المرأة كيفما كانت وحتى لو كان قلبها من حديد فأكيد سوف يتأثر بهذه الكلمات المعسولة وستفتح لك أبواب قلبها من كل جانب فضع نفسك مكانها كيف لا تفرح ويذوب قلبك وأنت تسمع بأن لك أجمل عيون فكذا المرأة فلحظة سماعها أن عينيها في غاية الجمال فستذوب فيك سادساً سأضحي من أجلك تدل هذه العبارة على أنك مستعد للتضحية من أجلها وأنك تستطيع فعل أي شيء لتسعدها في حياتها وتؤمن لها متطلباتها وتوفر لها الدفء والأمان وهذا من بين أهم ما تريده كل امرأة أنت لست أنانياً وتفكر في نفسك فقط بل تهتم بها وتفكر في علاقتكم وتريد تطويرها إلى الأفضل أظهر لها كذلك أنك بالفعل مستعد للتضحية وليس مجرد كلام كي تحولها لعاشقة مجنونة بحبك سابعاً أنا أسامحك العلاقات دائماً تمر من بعض المشاكل والصعوبات وليس هناك علاقة خالية من المشاكل فالمشاكل هي حلاوة العلاقة لذا عليك أن تظهر لها من خلال كلامك أنك متسامح وذو قلب طيب وأنك ستسامحها على أفعالها وما سببته لك من آلام وأنه إذا حدث بينكما خلاف مستقبلاً فإنك على استعداد لمسامحتها والحفاظ على علاقتك بها ثامناً أنت مختلفة اعلم أنه من المهم أن تظهر للمرأة بأنها إنسانة مختلفة قل لها بأنك ترى فيها شيئاً مختلفاً عن جميع النساء هو الذي جذبك إليها فالمرأة تعشق ذلك الشعور بأنها مختلفة وبداخلها شيء مختلف هو الذي زاد من جمالها ورونقها الخاص قم بمدح ذكائها وقل لها إنك ذكية للغاية فالذكاء صفة لا يتميز بها الكثير عبر عن إعجابك بطريقة تفكيرها ضع لها مكانة خاصة ومميزة في قلبك ودعها تعرف ذلك وستزيدك من العشق عشقان ثاسعاً كلمة أحبك لا ننسى أهم كلمة والتي تحمل جميع معاني العشق والرومانسية والغزل والدلع وهي كلمة أحبك والتي تجعلك قريب من مشاعر المرأة وتعطي رونقاً خاصاً للعلاقة العاطفية وتلطف الأجواء وتجعل الموعد الغرامي أجمل والحياة العاطفية أجمل عاشراً أنت رائعة الجمال تتوق المرأة لسماع هذه الجملة من رجلها لأنها تزيدها سعادة وثقة بالنفس فحين تعبر لشريكتك عن مدى إعجابك وانبهارك بجمالها فثق تماماً بأنك تنقلها إلى أقصى درجات السعادة والاعتزاز بالنفس حادية عشر أنا فخور بك حين تعرب عن مدى فخرك وإعجابك بنجاح المرأة فذلك يدل على مدى تقديرك لها وبالتالي حبك ودعمك وهذا سيزيدها حباً وسعادة فهي تعشق سماع ذلك منك أخيراً عبارات وكلمات مهمة وتحتاج كل امرأة أن تسمعها من الرجل ويجب عليك قولها لها وأنصحك أن تكون صارماً مع المرأة في بعض الأحيان لكي تحافظ على توازن العلاقة فالحب والرومانسية لوحدهما قد يثقلان الكفة لذا عليك أن توازن الكفتين وتكون جدي في تعاملك أحياناً فالتوازن هو الذي يؤدي إلى الاستقرار لا إفراط ولا تفريط أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالموضوع والنصائح المقدمة شكراً لكم على المشاهدة ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإعجاب وتتركوا تعليقاتكم المميزة كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائماً في صندوق الوصف وفي أول تعليق سنلتقي مرة أخرى في مغامرة جديدة إلى اللقاء يا أصدقاء